بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع الاستراتيجية الكرائية الجدول الذاتي استراتيجية الجدول الذاتي أو التساؤل الذاتي أو جدول التعلم تعد من استراتيجيات التدريس لما وراء المعرفة وهي تعتمد على استدعاء معارف الطالب السابق وإطلاق رغبته في الاستزادة من المعلومات ثم الوعي بما تعلمه وأصبحت نموذجا لتنشيط التفكير أثناء القراءة وتمر بخطوات ماذا أعرف عن الموضوع المعرفة السابقة ماذا أريد أن أعرف عن الموضوع المعرفة المقصودة ماذا تعلمت عن الموضوع المعرفة المكتسبة أيضا ماذا أتمنى أن يكون في الموضوع الهدف من استخدامها نستخدمها إذا أردنا أن نعمق فهمنا لموضوع المعرفة غير الذي تعلمته أحدد كل ما أعرفه عن الموضوع وأكتبه في قائمة نقاط هكذا ما أريده معرفته أحدد كل ما أريد معرفته عن الموضوع أو ما أتوقع أن أتعلمه منه وأكتبه في قائمة أقرأ النص قراءة صامتة بفهم وتركيز ثم أكتب ما تعلمته أكتب هنا ما أريد معرفته هذا سنملأ هذا الجدول بعد قليل الجدول الذاتي لنص انفلوانزا الطيور هذا ما أعرفه ما أريد أن أعرفه ما تعلمته وهذا هو الجدول الآن هو الجدول هنا مملوء الجدول هنا مملوء سنقول له هنا أنه يصيب الإنسان يصيب الطيور والإنسان يصيب الطيور والإنسان هنا رقم واحد هنا اثنين هنا ثلاثة هنا واحد هنا اثنان هنا واحد هنا اثنان الآن أنا سأغير اللغة حتى أكتب كلمة إضافية أنها هنا تصيب فيروس يصيب الطيور والإنسان والإنسان نضيف هذه الكلمة ما أريده معرفته هل ينتقل الفيروس من الطيور إلى البشر ما أسبابها كيف أقي نفسي منه ما تعلمته أنها تنتقل من الطيور إلى البشر الطبخ الجيد للحؤومة البيض بحرارة عالية يقي منها ممكن نقول كمان كفاية كذا هل تم القضاء على انفلوانز الطيور ما أريده معرفته نائيا ما أهم علاج له هذا الجدول الأول هذا هو الجدول الأول الآن نمسح حتى نتجه إلى الكتاب مرة أخرى بمشاركة مجموعاتي نسجل كل ما نعرفه عن انفلوانز الطيور خلاص احنا عملنا وجهزنا خلصنا هذا موضوع انفلوانز الطيور وشفنا تمام الآن سنتجه إلى الموضوع الثاني المشروبات الغازية هي مشروبات صناعية أضيفة إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع إلى آخر حسب النكهة المضافة تختلف المشروبات الغازية بحسب النكهة المضافة للمكونات الأصلية التي تتكون من ماء وسكر ومواد حافظة وغازات هذه النكهات الكولة الليمون البرتقال الهنب الفواكه المشكلة إن جميع المشروبات الغازية ذات قيمة غذائية ملخفضة لا تحتوي على بروتينات ولا دهون ولا فيتامينات ولا معادن هي سائل يحوي كميات كبيرة من السكريات الخاوية أي خالية من القيمة الغذائية وكمية قليلة من الأملاح يضف إلى ذلك لها أن لها أثارا وتفاعلات سيئة مع الأغذية الأخرى وتسبب حرمان شاربها من الفائدة المرجوة عند تناول الأطعمة المفيدة معها تسبب حرمان شاربها من الفائدة المرجوة عند تناول الأطعمة المفيدة معها حيث تتسبب في نقص الكالسيوم الضروري في بناء الأظام وتقلل من امتصاص الحديد من الطعام فتصيب الشخص بمرض فاكر الدم إن من المعتقدات الخطئة المنتشرة بين الناس أن المشروبات الغذية تساعد على الهضم لكن هذا غير صحيح ويمكن تفسير ذلك الشعور الذي يحس بشاربها والغازات التي يخرجها بعد الشرب بسبب الغازات التي يحويها المشروب نفسه وليست من قراء هدم الطعام الموجودة والأفضل لابتعاد عن المشروبات الغذية والاستغناء عنها بالفواكه الطبيعية والعصيرات الطازجة وإن كان لابد من استعمالها يجب أن نتجنب تناول المشروبات مع الطعام وذلك لمنع تأثيرات سيئة على امتصاص المعادن المهمة كالكالسوم الهضم هنا الجدول هذا اللي هو صفحة ستة وخمسين صفحة ستة وخمسين هذا أهو مملوء الآن أول شيء أقول له أعرف أنها تسبب الهضم طبعاً هذه معرفة خطيئة أعرف أنها لا عدة نكعات وألوان بعدين هنا ما أريد معرفته ما مكوناتها وأيضاً هل لها فواية أكثر أم أضرار أكثر وأيضاً أي أنواعها أفضل أي أنواعها أفضل وبعدين هنا بيقول لي جميع المشروبات الغازية زا تقيمة غزام الخفضة تصيب المياه الغازية للناس بفكر الدم العصائر والفواكه الطبعية أفضل كيف أتخلص هذا السؤال أقول له كيف أتخلص ما أولد معرفته من عادة شرب المياه الغازية كيف أتخلص من عادة شرب المياه الغازية وبعدين ما دور الدولة في الحد من انتشار المياه الغازية هل يريد أن يزود ممكن أن يزود يعني أنا ممكن أزود هنا نقول مثلا هنا تمتص الكالسيوم ويصبح الغذاء غير مفيد المياه الغذية خطرها أنها تمتص الكالسيوم ويصبح الغذاء غير مفيد تمتص الكالسيوم ويصبح الغذاء غير مفيد هذا ما تعلمته في هذا الدرس حتى نحن نتعلم مفيد حتى نتعلم عن المياه الغذية وقد نتعلم عن المياه الغذية وقد نتعلم عن الإنفلونزا الطيور أشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته